السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم محبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبعات الحال مع اخر الاخبار و اخر مستجدد اليوم الاخوان سنشوفوا كيف فاش المملكة المغربية الشريفة قد تردصفها لفرنسا و كذلك سنشوفوا درونات حربية اسرائيلية على الحدود ترعب الكابرانات بقوا معي الاخوان شوفوا التفاصيل دائما كنتمنى منكم انكم تدعموا هاد القناة بالضغط على زر اعجاب كذلك بالبرتج و الاشتراك و هذا فضلا منكم و ليس امرا و دائما احنا مستمرين في القضية المقدسة عند الشعب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها و المغري في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين و عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب الا الله على بركة الله سندخلوا الصور بالموضوع اليوم اخواني اخواتي النظام الاسكري الجزائري كايش واحد الحالة حالة من الهيستيريا مرض نفسي هوس اضطرابات و اليوم كيجتمعوا في المجلس الاعلى بالجزائر علاش ماشي لدراسة الوضع الاجتماعي الموزري اللي كيعيشو الجزائر او اللي كيعيشو الشعب الجزائري او بسبب اكل للجزائرين اكل لحم الحمير او اكل لحم القطط بل من اجل التضارك من اجل الرعب اللي يشدهم بالمغرب من اجل الاتفاق الاسرائيلي الاخير مع المملكة المغربية الشريفة سائر تتفق مع ايران ايران كتزود البوليزاريو بالسلاح كتدرب ميليشيات البوليزاريو علاش من اجل تقسيم المملكة المغربية الجزائر كذلك التعامل مع روسيا ولكن كتبقى مسألة سيادية لا دخلنا لنا فيها ولكن اليوم في الجزائر نيدا قربالا اليوم اجتماع طارق في مجلس الاعلى بالجزائر يجتمعون فقط بسبب ان المغرب اجتمع مع اسرائيل بسبب ان المغرب اتفاقية مع اسرائيل بسبب ان المغرب شرى درونات متطورة درونات بدون طيار متطورة غدينشرها على الحدود وهذا مسألة مسألة سيادية من حق المغرب انه يحمي بلاده ويحمي الحدود دياله اصلا هاد الكابرانات هاد نظام العسكري الجزائري لاش خايف صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله قائد البلاد عاهي البلاد قال لكم في ثلاثة ديال الخطابات قال لن يأتيكم شرا مننا فقط سندفع الى بلادنا ولا الارهابيين ولا قطع الطارق اللي غد يجونا من الحدود يعني المغرب من اللي غدينشر هاد الدرونات او هاد الطائرات الحربية الاسرائيلية الصنع من اللي ينشرهم على الحدود غد يحمي بلاده من الارهابيين من قطاع الطارق من الميليشيات اليوم الكابرانات ديال فرنسا ديريني اجتماع علاش لانهم خايفين من تطور ديال المملكة المغربية خايفين من تطور الترسنة ديال المملكة المغربية وهاد الرعب من توصيات ديال فرنسا واللي فرنسا كتوصيهم وكتعاوتوصهم كتقول لهم باللي يجيب ان يبقى المغرب ضعيفا هاد الارتجاف هاد الرعدة ديال نظام العسكري الجزائري بخصوص طائرات اللي غد يجيب المغرب من غير طيال الاسرائيلية النوعية اللي عمرها مدخلات المملكة المغربية او عمرها مدخلات المغرب سيتم نشرها في فبراير على طور الحدود المغربية اذا هاد طائرات هم حماية السيادة المغربية وين هو المشكلة لعليش هاد الرعب الخوف من الكابرانات سيعلن حالة استنفار قصوى وهذا الخبر من مغرب انتليجنس وفي هذا الاجتماع قل لهم نتجه لصين ونتجه لتركيا باش نشري بطاريات مددلة هاد الطائرات النظام العسكري الجزائري الغبي هما عارفين بللي المغرب ما غديش يهجم عليهم لان المغرب اخر حاجة يفكر فيها هي الحرب المغرب غديدفع الى الامن ديال بلاده غديدفع الى حدوده يعني يحصن الحدود المغربية وهات الدرونات الى تحركة النملة غديش بخبارها التالي ما غديش يبقى هادوك الاستفساسات على الحدود المغربية اما الان غد نرجع لفرنسا فرنسا اللي بينات العداء ذيالها واحد العداء ممنهج بيناتو عالنا ولهذا المغرب ما غديش يبقى مربع يديه ضروري ان المغرب خاصو يرد على هاد العداء لان هاد الامر ماشي عادي هاد الامر كيتعلق بالسيادة المغربية وبالتالي خاص الرد يكون سريح فرنسا اللي مولفة الكابرانات كينبطحوا لها ولكن اللي ما عرفاتش فرنسا بلي هادورها المغربة هادورها الشرفاء هادورها من المملكة المغربية الشريفة وكيردو الصرف والصرف كيرجع بسرعة اليوم المغرب كيقرر إلغاء زيارات لمسؤولين فرنسيين وهاد الزيارات كانوا قد يكون فيهم اتفاقيات اليوم مهمين جدا لفرنسا كلم المقرر ان هاد الزيارة تكون نهاية هاد الشهر يعني الزيارة للمغرب ويقرر ايضا إلغاء اجتماعات هامة هاد الاجتماعات تتعلق بزيارة نائبة مدير شمال افريقيا والشرق الاوسط في الدائرة العامة لتسليح بوصارة الدفاع الفرنسية اللي كانت غادي تزور المملكة المغربية في الفترة ما بين 23 و24 يناير يعني اليومين الماضيين من هاد الشهر المغرب ألغى هاد اللقاء ايضا المغرب ألغى لقاء اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي اللي كانت تكون في نهاية هاد الشهر يعني في 30 و31 يناير المغرب اخواني اخواتي بدا كيساعد المغرب بدا كيبينت صعيد ديالو واذا كانت فرنسا قد ظن ان المغرب سيخضع للابتزاز ديالها ففرنسا راها عايشة في واحد الوهم نعم هما فوهم لان المغرب ديال الامس ليسا هو مغرب اليوم فرنسا اللي مولفة مع الكابرانات كاتهين هوم ولدرجة ان قتل هوم بل انتم لا تاريخة لكم لا اصل ما عندكمش دولة ونحن من صنعكم وفي الاخير قال هوم ماكرون لدع الاعتدار يعني ما كيشوف شي حاجة اللي خصو يعتضر الجزائر فيها لان فعلا الجزائر تصنعات في 1262 يعني قال الحقيقة وفي اخر المطاف استقبلوه وبقوبيل احضان وبالورود استقبلوه بالاطفال وبالنساء باش يعبرو له عن الحب ديالهم او الحب ديالهم لماما هوم فرنسا ولكن راه المغرب هدا المغرب اللي هو مملكة مغربية شريفة ام عارقة شعب عارق وبالتالي لن نسمح لفرنسا ان تتجاوز الخطوط الحمراء لان بكل بساطة مغرب الامس ليس هو مغرب اليوم مغرب الامس ليس هو مغرب اليوم وليس هو مغرب الغد مغرب اليوم مقبل ان يستقبل قاعدة اسكري امريكية مغرب اليوم ينسج اتفاقية متطورة مغرب اليوم يدخل في شركة استراتيجية مع مجموعة من القوى العالمية مغرب اليوم لديه حلف عربي خاليجي يسامده ويدعمه في كل قضايا المصرية لدينا الحق ان نحلم لدينا الحق ان نخرج من عباء فرنسا لدينا الحق ان نفتخر بثقافتنا لدينا الحق ان نفتخر بGodارتنا لدينا الحق ان نقف مع الدول الند للند لدينا الحقąż أن ندافع عن قضايا الوطنية ووحدة 기اربينا فلدينا الحق ان نردى اعلاميا وتقافيا وفكريا وفي النهاية سنردد كلام صاحب الجلالة نأكد اننا سنواصل مصارانا حب من احب كره من كره رغم انزعاج الأعداء وحزد الحاقدين فالمجد والخلط لمملكتنا المغربية الشريفة فوطن لا ندفع عنه لا نستحق النعيش فيه فإما أن نكون أمة كاملة السيادة أو نموت ونحن نحاول سننصر الله والله ينصرنا فلا غالب إلا هو مدى محب الله وحب الوطن يجمعنا اشتركوا في القناة